لا تزال تونس تعيش على وقع تبعات الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت موقعي سوسا وبردو السياحيين إذ أعلن اتحاد الفنادق التونسي عن إغلاق 70 فندقان هذا في وقت تحذر دراسات أمنية عالمية من إمكانية توجيه ضربات جديدة للأمن التونسي ما يقارب الأربعة أشهر تمر على آخر هجوم إرهابي يضرب تونس في منتج عيسوسا السياحية أشهر طوال لكن يبدو أنها لم تنسي سياح على جانب صور عشرات الضحايا الذين سقطوا أهل ذك فنادق تونس باتت شبه خاوية فلم تعد نسبة النزلاء فيها تتجاوز العشرين في المائة من قدرتها الاستعابية كما أعلن عن إغلاق 70 فندقا على الأقل في البلاد والعدد مرجح للزيادة بحسب تصريح الاتحاد الفنادق التونسية أرقام يبدو أنها ستشكل ضربة موجعة للاقتصاد التونسي المنهك أساسا فالحكومة التونسية كانت تعتمد على القطاع السياحي في تشغيل أكثر من أربعمائة ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر كما أنه يساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويدل ما بين 18 و20% من مداخل تونس السنوية من العملات الأجنبية ولكن هذه الأرقام يبدو أنها صارت من الماضي بعدما أصبحت الدولة التونسية كما دول كثيرة في المنطقة مهددة أمنيا مهد واشنطن للدراسات كان حذرا من هجمات جديدة لتنظيم داعش في تونس تنطلق إما من ليبيا أو مرتبطة بها أما الحكومة التونسية فتقدر عدد التونسيين المخرطين مع الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق بثلاثة آلاف شخص سارة بن عشوبة العربية